السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طبعا جميعا متابعين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن المتابعين الكرام عندنا فضيحة جديدة من فضائح زريبة الكبرانات وهذه المرة أيضا متعلقة بكرة القدم إذ أصدرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين تحذيرا إلى الأندية العالمية من التعاقد مع الجزائر من التعاقد مع الأندية في الجزائر ووضعت هذا النقابة على حسابها الرسمي في تويتر وموقعها الرسمي أيضا بيانا رسميا يشير على أن الجزائر والأندية ديال الجزائر ممنوع التعاقد معهم بالنسبة لللاعبين المحترفين الدوليين ووضعت لائحة بالنسبة للدول التي يجب على اللاعبين أن يتفادوا التعاقد معها وتصوروا من كانت على رأس القائمة الدولة على رأس هذه القائمة التي تحدد نقابة اللاعبين المحترفين من التوجه إليها بل تطالب بالابتعاد عن هذه الدولة على رأس القائمة متابعين الكرام وكما تشاهدون أمامكم على الشاشة هذا الكلام ماشي ديالي هذا الكلام ديال النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين على رأس القائمة حفوان زريبة الكبرانات الدولة الفقرورية الكارغولية كما تشاهدون أمامكم هذا التحديد الموجه من هذه النقابة يقول لا تتعاقدوا مع الأندية في الجزائر ولا الصين ولا اليونان ولا ليبيا ولا رومانيا ولا السعودية ولا تركيا ولكن ما يهمنا هو رأس القائمة اللي هي زريبة الكبرانات هنا النقابة الدولية هذه مش هاتك تبرر الموقف ديالها والبيان ديالها بالنسبة لكل دولة وكل دولة من هات الدول كتشوفوا أمامكم تنصي ليونان ليبيا رومانيا السعودية تركيا كتعطي مبررات معينة من بين المبررات اللي تعطيت لهات الدول عندهم اختلالات في التعاقدات اختلالات في التعاقدات العقود اللي كتكوا ما بين اللاعبين وما بين الأندية ديالها الدول لكن فاش وصلوا عن زريبة الكبرانات السبب الاول علاش خلياتهم يدخلوها لهات القائمة وعلاش هي الرأس في القائمة السبب وهو أن الأندية في الجزائر السبب وهو أن زريبة الكبرانات ما كتعطيش المستحقات المالية لللاعبين الدوليين اللي كيجوا يلعبوا عندها ما كتعطيش الخلصة ما كتخلصهمش يعني كتتماطل في إصدار المستخلصات المالية بالنسبة لهذه اللاعبين وبالتالي هذه النقابة وضعتهم على رأس القائمة على رأس القائمة ديال الدول لمحضر وممنوع وعلى اللاعبين الدوليين على أنهم يترادوا يمشيوا لعند زريبة الكابرانات مجددا هذا الكلام ديال النقابة الدولية لمحترفي كورة القدم ماشي ديالي أنا أراكم في فيديو أراكم في فيديو قادم متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته